كلام ايه ده اللي انت بتوليها ستن شرائف زي ما بقولك رشوانبي المبلغ اللي عندكو مبلغ كبير وكبير قوي كمان تلاتة وعشرين الف جنيه ونص ده مبلغ يتعبني انا كده حالي حيوقف لا لا اكيد عندي غلط في الحساب حال ان احنا بنتعامل مع بعض من الزمان وعمري ما اخارت عنك فلوس رشوانبي انا طول عمري حساباتي مظبوطة بالمل راجع انت الحسابات عندك حتلاقي انتو اللي عندكو غلط طب استني اديني ياب من الحسابات ايه مين معاي ايوة صفوة المعلمة انشراح دلوقتي بتقول انها ناقصة فلوس عندي بالحسابات ها اه طيب طيب ماشي شوف يا ست انتراح احنا حساباتنا معاك مظبوطة وفلوسك وصلتلك بالتمام والكمال ايه الكلام ده يا رشوانبي انا الثلاث تشور اللي فاتوا وصلني نص تمن البضاعة النص التاني لسه عندكم مخطوش وعندي فواتير تثبت الكلام اللي انا بقول انت متعرفيش مش تمن الحديد السوق نزل النص علي انا يا بشا الكلام ده ده الحديد تمنه يوم عن يوم بيزيد مش بيخص النص وانا قلت نزل النص ايه رأيت بقى يعني ايه؟ يعني تنسي القديم كله لو عاوزة تاكل لقمة عيش معايا تنسي كل حاجة ونبدأ من اول وجديد وفي الحالة دي بقى هبعتلك الرجالة تاخد منك البضاعة من تاني يوم بالسعر اللي انا حديده يفتح الله يا بيجي معلش انا مقداش اوردلك الحديد اللي بسعر السعر لكن السعر اللي انت بتقول عليه ده ما يزميش خلوة انت حر انا ألف مني يتمنى يشتغل معايا وبسعر اقل من السعر اللي انا قلتلك عليها بس انا بقى لولا العشرة اللي بيننا ولقمة العيش محبيتش اخصاري قلت ايه؟ وانا قلت يا افتح الله خلاص انت اللي خسرنا وانا مش منهولة من هنا يا باشا غلما اخد كل فلوسي على داير مني اه الزهر انت مبتسمعيش كويس انا قلتلك انت خدت كل فلوسي وملكيش عندنا اي حاجة ده كلام كبير ادي كقول بكلام كبير والكبير ما يقولش الا الكلام الكبير الكبير يا باشا ما يكونش القضعف منه الكبير ما يكونش الصغير الكبير ما يبقى الظالم الكبير ما يلملمش في اللقم الصغيرة ويبعايز يزفاها الكلام ده ما يتقالش لابو الدهب انت فاهمه؟ انا كلمتي سيف ينزر على رقبة اي حاجة تسوق واقوله منت فوق النفسك يا سيبتكي ويشوفي بتكلم مين؟ ولا تحبه فوقي؟ ماشي يا رشوان ماشي لما نشوف مين اللي حيفوى مين ربنا يكفيك شر انت تقمر يا هنطربي وعاوز بقى الطلبية دي على اي متى؟ عايز دوسها النهاردة بعد الدهر والباج السبوع التاعي يكون كل ده عندي في نقز المشروع حنفي انزل اقول الرجالة يحملوا العربية بتحديد التسليح ويطلعوا فورا على مشروع هنطربي عايز البضاعة تكون موجودة هناك خلال ساعتين بكتير الحكاية هرشوان بي انا كنت عايز اقول لي ساتة اذا لسه هتحكي لحكاية يلا يا حنفي بعدين ماشى ماشى يا اهلا زاكي عانطربي الحمد لله الطلبية اللي انت طلبتها دي كنت ممكن تطلبها بالتليفون عاوز اعرف ايه سر الزيارة الميمونة دي عزاب كلمني النهاردة في التليفون عايز يجابلنا بكرا عنده في الكابرية ايش معنى ها الباشر الكبير اتصل بيه ظهر اني في عملية كبيرة اليومين اتصل بيه مالكش عملية ايه لا مجال خلاص انا بكرا اكون عندك الساعة عشرة في الكبارية عند عزام طيب اجوم انا اشوف احوالي وانا او موصلك وعا تنسى معادنا بكرا يا رشوان بيه معقول يا عانطربيه بكرا اكون عندك بالتمام وكمال ان شاء الله ان شاء الله سلام عليكم مع السلامة احنا احنا مشكلة عندي طلبات كتير والبضاع ليه يا باشا لح لح نفسك شوية اتصل بالموردين خليهم يضعفوا البضاع شوية الكل زعلان يا باشا من الأسعار الجديدة وزي ما انت عارف المعلمة انشراح منعت البضاع عننا مع انها ايه مخزنها مليانة وهي الوحيدة اللي ممكن تسعيفنا يا باشا حلوة او مليانة احنا نفضيها وتقول لان ده الحل الوحيد عشان ارضى عنها وتنسى كل الكلام الفارغ اللي قالته في مكتبي فاهم؟ وانا عصلا جيت وانا عصلا جيت بقى وريها العين الحامرة المهم ما ترجعش ويدك فاضية مين دول؟ الرجالة راشوان بيه؟ الراجل عنده مسابق كبيرة قوي في البلد هو تعمل مع المعلمة من زمان صباح الخير يا ست القلبة خطوة عزيزة يا استاذ حناك عزي بقى طارق معين زعلان منك واخد على خطر الاول تمنعي بضعتك عننا الايه؟ عيب اول العيب هو للبي بتاعك ابتدى بيه دولوش نزوم الكلام كتر الكلام ايه اللي المعرفة؟ طلباتك تفتحي مخازنك تدين ابضعتك من تاني الحلو حد يكره يبيع بس قبل ما تحمل ادفع اللي عليك الاول اسمعي الكلام يا معلمة وانا وعدك ان الرشوان بيه حيهدى ويلين ويرضى عنك ويرديكي انا مش طالبة يا رضى ربنا مش رضى بنقادمين وانتون تهازس طولك وجايب كل الطم ده معاك عشان تقول البقين دول سمعت منهم كتير بدأ تزهق انا عندك الماتي تدفع تحمل تحمل صعبة اوة يا معلمة اجل حد انا وارجع بالعربيات فاضية قصدك ايه؟ قصد يعني لو رجالت بتعبانين ومش قادين نحمله رجالت انا بقى تخش المخزن وتحمل وساعتها الحساب يجمع يعني هتحمل العربيات بتاعتك بالشقاوة غصبانية يعني غصبانية مش غصبانية انا قول طالما جيت العربيات لازم تيرجع مليانا يا حلوة طب ما تقول كده يا رجل من اول ما جيت ده نعناية اللي اتنين ليك ما انا حلوة ابا ضايا شكل الدايق بشو انا عايش يا برانسيرسا اشتاصح انا فيه نصلي على النابي كده ونتفاهم بالهداوة تثبت مكانك وانجح ولو اي حد من رجالتك قرب حخلص عليه مطوطك مش قلتلك بنتشفيش دماغك ولاش تقولي الكلام انت مش قادة يا حلوة يلا لجال اخشوا المغزن عايزكم اتفضوه مش عايز اشايا عالبركة اسبت مكانك وانجحوا اللي في ايديكو لطير رابطه ما انك يا حبيبي لحاجة تطلع غلط كده ولا كده اتعور بيها نفسك يلا قبل ما خلي جسمه بحتة ورازه بحتة سيبوا اللي في ايديكو سيبوها قولنا الصرفان اللي انت لامنهم حواليك دول يركبوا العربيات يخوروا في ستين داية ولو حد منهم هوق بنا تاني هيبقى اخر ينفع عمره يلا قول ما تكسبش باشي ماشا يا اخويا يلا رجالة خدوا العربيات وامشوا يلا يلا يا اخويا منك لي عشان هنرش معايا يلا وانت يا حلوة يا بوش سامح انت اتكل معاهم عشان انا اخول ايديك غلور زين معاهم انت ورجالتنا وتأكد ان الكتاكيت سابوا المنطقة خالص وارجع باللغني يا سلام عيني يلا يا اخويا منك اخشومت وحاجة سوكو اسأل امك ويا فرد عليك انت كده فتحت على نفسك باب جوهنم انا لو منكو اخافوا ترعب احنا ممركبش من اللي خلينا يا حبيبي هيا معلمة انت وشوك بقى تحب يعملك ايه اللي فاندي ده اعيزة الصح يا معلمة احنا نقطع رقبته ونبعدها الرشوان بايه عشان يعرف ان البريتسيسا ورقه رجاله النبي لا تقفل مداليا اللي في ايدك دي حسن تعورك وانا بخاف عليك تخر دم رأيك ايه يا حرج والله يا معلمة انا رأيي ان يسيبه وحصر رجالته ويبلغ اللي مشغالينه ان لو حد فيهم هوب هنا تاني هنرجعه لهم رابعة ده نفس رأيي برضه معلمة القول قولك يا حرج اسمح هقولك ايه تروح لرشوان بايه تقوله حقي يبقى عندي لو ما جليش هروح بنفسي اخد حقي ومش هاخد على قفاة زيك وما تنساش تقوله اهم حاجة ان انا حلو ماشي حبلغوا يا حلو يلا زوق يلا زوق يا خفيف يلا زوق يلا زوق يلا زوق يلا زوق بقولك ايه اديه الوات بركة يشيله هوا بمعرفتكم احنا مش عاقلين زيه ماشي اصاب انا اسفة جدا يا فنم جرائب انت اشتعاز من الفتاة هناكي انا اسفة جدا حغير الحضرتك اسفة ايه وزيفتي ايه انا اسفة جدا حغير الحضرتك كلها يلا غشيلي المفرج ده ونضفت طرابازك حاضر يا خنم انا اسفة جدا اسفة جدا من الحضرتك معرفش عندي مش فاهمك يا ربعي يا زيادون يجبون من ايه اعملي لي واحدة اهوة مصبتة ايه في ايه؟ بالقهوة دلقت على المفرج طعا راجل ده رح يغيره له واقدمي له واحدة ثانية بدل للدلقت عبر المغناطة فتومي يجيلك على قطر اوكا ما تشغلها ماكدا تشوفي شغلك ولا تفضلي ركنها هنا طول النهار حاضر يلا يا اختي يلا ما ديني رايحة هو يلا كيف يا صاحبكوة؟ لا قبل عصي شفتك داخل يا الحمام المرتجة تطمن عليكي هو ايه اللي حصل؟ ابدا انا بحط الاهوة للزبون بس بدلقت على الطرابيزة انا شاء لم اتكاش وقعت دي نفسي مزي ما خدادك ولا يهمك قال دلقوا القهوة من عماهم قالوا الخرجاهم وريني كده ما قل تلك انا اللي خنضافها بنفسي لا 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 لازم اشوف بنفسي بقولك ايوه عقيدك وتلمي كده بدل ملمك يا بيت انت يا بيت انت هتفضل دماغك ناشو لحد امتى يا بيت فتح بوخت معايا بيت وكفايا تقلي بقى بقولك سيب بيت كمان اتنبك يا بيت وابساتك على اخر يا بيت سيب ايدي بدل ما سأطلب عليك حلق الله يا بيت انت يا بيت تتعمليني فيها الفضرة شريفة ليه يا بيت شريفة رصبن عنك وعن اللي جاوك يا كلبي يا ابن الكلب هو عليك يا رم يا واسك يا فرحيتي بيكم انتم رجال انتم تشوية فيوس عمال اعرف وزغط فيكم وانتم ولا هنا شوية ريال زي دول شغالين عند المعلمة يرجعوكم افاكم يا مرحس وشرف ام محسبهم ما باشا الوقت اسمه ايه الاسمعت ان بندوب يلوله حربي حربي ماشي انا بقى مكاهز يا رجالة وحروح اخلص عليها لا 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 ما لكش انت دعو الموضوع ده خالص انا قدامنا عملية كبيرة ومهمة ولازم تخلص كويس مش عاوز قلق ولا شوشرة فاهم ولما تخلص ان شاء الله حساب اللي اسمه حربي والمعلمة اللي مشغلاها عندي انا خمسين، مية، مية وخمسين، ميتين، ميتين وخمسين ايه ده؟ كل ده راديو واحد باركة في معلمة ان شراءة حيالة تنمينة البداع النهاردة بقولك ايه؟ ايه؟ عملت ايه في المسدسة خب انتو في العشة في حدة انا على الاسم اعرفش وصل لها اقفالي معنيك يا باركة الشاي المية مية الأجدع الشباب في الحارة توش كراكين يا باشد الحارة كلها بتتكلم علمتو عملتون بارح يا فرحتي بكم يا اخويا وهنتو كده يا اهل الحتة فالعيف الراغي والحواديث وخلاص لصبر يا زين بكرة الكلام ده يتحول لفعل لما نعلم ونبطط ويبقى ان شاء الله هيعلينا ونبطقنا اكوي مش بيقولوا عطشان نكسر القلة احنا بقى هنكسر القلة ونغرق الدنيا كمان مش فاهمك يا صاحب هفاهمك مش البيت دعالي لك دي حبيبي غزال وشارد عالشجرة مستنى اللي يقفوك ابعدي ذاك عني لليل العفريت الزرق كلهم بيتمططوا قدامي ومش رايق بياردي بقى لغاستك يا بغت العفريت اللي بتتمطط قدامي على مون كلها كم يوم نعلق الزينة ونقيم الأفراح ونتلمى لو انت ببيت واحد وزعتها تشوفيني وانا بتمشى قدامك في الصالة وحلامي بقى حلامي تشوف حلامة ودنك يعني موافقة اهو على فين يا شعر انت الشايف غلست عليها ايه ده زين ما انت عارف ان اضادات العمره كده بيرمي بالله على الرح واللي جاي إلا دعاء المرة دي فيها عمر قعدة زينة قعد قعد انا مخنوق منه كتر منه تكن والعيش والميح والعيش اللي بينا اللي هيجي اليوم انتخلص فيه منه القديم وجد الكله امتى يا حربي امتى ورايب ورايب اوي كمانة زينة يا حربي ما تتقمسش وتعملهم علي ما كريتش كلمة يعني اللي انا قلتها هزيت انا بالزعلان ولا حاجة انا بس يعني وقت على القطر شوي انا بقى ما يخلصنيش انك تاخد على خطره كبير يا بيت بس بقى بغير الله لو ان ببغير ايه ايه ايوة كده فكها ممار بص انا بكرا ان شاء الله هتكلم مع عنطر في الموضوع وبإذن الله يوافق وقال لي خليه بس ما يوافقش انت مش بتقولي انه يتمنى منك الرضا من عمري ما تكلمت معا قبل كده في موضوع شغل اوه ده شغلة يا حسرة ده وقال حاجة بالنسبة لمقاول كبير زي الزعانطر ده بعدين دي شوية خردة مخلفات العمارات اللي بيبنيها هناخدها ونريحوا منها اخرى وايام ما يطلب احنا سدديه الا بقى لو كنت مكسوفة ولا محرجة تكلميه فحاجة لا يبقى بلاش يا دول يعني بلاش 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 ايه ولا انت اغلع حاجة عندي في الدنيا دي كلها ده احنا سطر وغط على بعض يا حاربي واذا انا ما قبتش جنبك ميني هيوقف جنبك بس اعتبر الموضوع خلاص خلاص انا هتكلم معاك وباذن الله هيوافق وهتعمل احلى شغله معاك وهتطلع فوق 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 موكيك على العال يا بشار يا ارجاس فتوح اتحذي يا بيت سأتي بوز يا بيت ما زكت علي اول زكت يا توح ايه بجودة للبصنات الحالة مكنت ليه وشكت جمدان يا بيت سكت ايه في ايه في ايه طبعا ايه يا زكت يا زكت يا توح اقول له يا اختي في ايه في ايه انت مين يا جدا انت وعايزي بالضبط بقول لك ايه انا مقبلش التهديد ولا قلة الادب لو قربت مني هندهنك عمال الكافتري ياشنوك يرموك في الشارع لو قربت خطوة تانية اولا ما استني هطلوبلك البوليس اه 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 بيه بالضبط دعاء ماذا دعاء لما مشت مبارح ثابت هدومها هدومها ايه ايه فين اه حضرتك هناك 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 في الكيز البلاز دي جيزود اللي عالكورسي اللي جمي الكلم اناك دي المراتة المراتة بايه؟ وحضرتك تقرب لها ما يخصاتش المراتة بس خجبالك هي محسوم منها 8 ديان وبعدين بقى ايه تعترفني معاك ولي ايه؟ حاضر انا عايز منك 350 جنيه ما يقلوش ملين حاضر 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 اتوضل معنيك خد الليدة عايش خده خده هي عام الامور انا الايام اللي قضتها في السجن انا اكتر من الايام اللي قضتها براها واصحابي اللي في السجن اى اكتر بكتير قوي من صحابي اللي براها واحمد ربك انها عدت على كده بس قو ديني ومقع وايمانات المسلمين لو فكرت حتى تهوب من دعاء هكون واخد عنا حضر يا باشا فاهمني؟ حضر مش عامل كده تاني خلاص حرمت حرمت يا باشا حرمت يا باشا خلاص خلاص يا باشا وبطل الحركات الوزحة اللي بتعملها مع بنات الكافيتيريا دي خلى ربنا يفتحها في وشك بقى سلام يا نعم صباح الخير اسي نوفل أهلا هو عم نوفل موجود؟ عايزه في ايه؟ يا ابنى ناس ليكن تماني مين يا عطيات؟ ده زين يا سينوفل خليه يدخل تعال يا زيني يا ابني تعالى خش أهلا أهلا يا زيني ايه يا ابني؟ بقى لنا مدة ما شفناكش معلش بقى عم نوفل مشاغل والله انت عارف الدنيا التلاح خير خير يا زيني خير ان شاء الله انا كنت معادي قلت هتطمن واسلم ويعني اعنا ما سهلا يا زيني ازاك يا دعاء؟ الحمد لله لا الله ايه العبارة؟ هو ايه الموضوع؟ لا ما فيش حاجة انا بس بعد اذنك انا عم نوفل كنت عايز دعافة كلمتين طيب ما هي قدامك ايه؟ لا هكلمها بس كلمتين بني وبينها كده يعني ده بعد اذنك طبعا يا حلولي كلمتين بينك وبينها ده فيه اسرار بقى ايه يا دودو؟ ايه الموضوع يا راحي؟ بعد اذنك يا ابو تعال يا زين براه شفت المقروسة؟ خدت الود من ايده وخرجت ولا كأنك قاعد ابوها منيم على اودانه ما تقولي حاجة يا نوفل الله ما يمكن عايز يستلف منها يا رشيد يستلف؟ كمان هي مقصة؟ اوه ما تعودش زي البروتة لا بتهش ولا بتنش يا برودك؟ انا مش عارفة اقولك يا زين على قفتك معي دي ما تقوليش حاجة ايه؟ هو احنا غربة عن بعض واللابت ربنا اقتني على الرد جميلك دي زين؟ ورده؟ جميل؟ فيه بيننا جميل احنا؟ ما انا عارفة ان احنا كتر من الاخوات اخوات؟ ما عايش يا سيدي ما عايش يا سيدي لمشي يا عمر رضي اخوات بس اخري بالك من نفسك بيلي صحيحة تعملي ايه بعد واسبت الشغل؟ حسبها على الله حدش بيموت متجوه وان شاء الله ربنا يرزقني بشغل حسن منه متمر انا بجد ازل مش عارف اقولك ايه اكتر خيرك وربنا ما يحرمني منك افضل افضلتك بحافية بقى بيع فيك يا دعاء ما هو جدت كده متجوزتهش انتي ليه؟ تقللت الاذب اخراسي انتي مركيش درب عليا يا ستانتي انتي فهمة؟ يا وليا يا عرشان يا معفنة انا عرشان يا بنت الكلب يا معفنة انا بولا مش كلب قدلي صار بها لك مخطاة يا شمعيبي تعالي ايه؟ تعالي ايه؟ هو في ايه؟ ما شدش عميل المفعوسة بنتك ايه اللي حصل بالزبط اللي حصل ان بنتك زقاتني وده انا بنتني كمان عايزة تقعد في البيت هيا يا نمي الستاتة واهنا نحبط رأسنا في الحيط بقولك ايه؟ ده لعبانتك ده مينجوش عليا انا الحال ده مينزمنيش وحيت ده لنا رايحة لابا ضايا ومتفق معي تجوزها الاسبوع اللي جاي اشتركوا في القناة 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 اش 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 ايه؟ اش ايه ده كنه ايه ده كنه اظن بقى يعني شوية بضاع فل وبكميات ايه وهي ادويات على كنزب أنا ه ه ه ه لا معلمك في الشوية حداية كده للاهم نيمين على جنب قولنا تصحين ونجيبهم معانا وربك لما يريد بقى بس البداع فل الفل تسلم اديك ما دان بقى البداع زي الفل يبقى احنا كمان ناخد حقنا وياخد حقنا مظبوط كمان امعلمك وبالزيادة كمان يا وادية زين هو! هو بدا! هو دا كلام المعلمين الكوباء وادية بداية برنسيسة خلي رجال اتعطر عربية عشان نفرزك مش نكشف على البداع الاول مش جايز تكون مسروقة يا جدع انت ما تبقاش طبان كده في الكلام الله مسروقة ايه شايفنا حرمية قدامك احنا جايبين الخط دي معارقة جيباننا بس يا احنا مش عايزين شبه مع الحكومة ما تبق بقش بقى بضايا وحك معاها لكمال هو اللي بيسرق بيجي كده قدام الدنيا كلها باللي سرقوا في عزة ضوء ويصيح لنفسه وبعدين ما الرجالة اللي كانوا شغالين معانهم قدامك اسألهم عارفين احنا جبنا البداع دي منين وبتاعت مين كل حاجة تمت في النور وقدامك كل تيجي انت بقى وتقولي مسروقة بالزم ده كلامك ده عن كلام الله اسح حربي مظبوط يا معالم ابا دار اللي هو ما حالي ورزة حلال عايزين تركبولها الدم وتطاعة عشنا لبس ربنا ما اجعلنا عطالي ارزاق عداك العيب يا واضي حربي والله وطلعت بتفهم هو انا مش قلت نفضل عربيات ونفرزها ولا هي غاباوة والسلام عمرك يا بنسيس يا الله عش تدنيب من ناكلوه نزلو البداع من عربيات يا الله يا الله يا معالم يا معالم هات مفتاح الجب انت ايه ماشي او الصالب لا خليك انت تشوف شغلك انا هروح لوحدي ايه صعبة دي المفتاح هوا بس اريدتو دور معاك شوف انت بس شغك عايز كم في البضاعة دي يا حربي كلك نظر يا معلمة وكلامك كله فلوس مش هنختلف على قولك مش هنختلف تعبت سوق الله يا معلمة محبش اتكلم عن نفس كتير يعني بس في عندي مشكلة كده بسيطة نكي يعني لما اخذ لو جربت سوقتي مش هتعرفي تركبي محدة تاني قادينا حنشوف حصلني عالجب ايش بقولك يا زين استنى انت هنا انت اخبرك واه مع الرجالة بلغات ما تعتقل ايه البضاعة قبلك وبعد كده استنوني كلك وكده عالقه واه قد مرجع طب وانت هتروح فين علم علمك زين هتتفهم هو حربي خلا زين هو حربي راح فين شاكله هيكسر الزلعة الكبيرة يا لبارك انا مش قلت الترابيرزة دي تتشال من هنا كيمو تلاتة اشياء على مية بيضة من الحنفية بتاعتي الوقت حرب تأخر كده ليه الغاب حجيتهم عاق سيد الناس لخوف اللي يعملها وياخد الفينيس ويكد لا دقرم حرب ماعملاش معقولة يسرق عرق الرجالة ويهرب لا ليه لا يا سيد الناس انت ناسي أصله مش حرب ده برضو ابن بيعت الخضر اللي كانت بتسرح بفجل وبعدين ما تنساش يا معلم انه ودي ودي سجول طب يا مين بالله ده يعملها ويعمل ابوها كمان وعلى رأي المسل اللي تحسابه موسى يطلع فرعود لم تركيبك عم الهائتة وهو محدش يجيب سلط المعلم حربي هوا مش موجود انا قلت انت مالك انت يالت هو حد يدسلك على طرف باعد يا بركة وسيبك منهم انت مش شايف عمزين بيقولوا ايه وانا جده وانت مش عايزين تعرفز باعد يا بركة وكبر مخك انا مخ ده اللي يكبره هو الوات بركة ده عنده مخ من اصله ده اللي يدور عليه اللي يوم شايلين مخه وحطين مكانه حبة البركة انا قلتوا يجي يا خلاص من اكلاك انا هو بركة مجيش معاك ليا زين بلو نخلص من اكلاك ليا سيدي الناس لا بقى يا معلم الود ده لازم يتوفق جراء دورهم ايه هتعافوا على الواد ولا ايه هتعافوا على الواد وعلي تشدد الواد وعلى اي حد يعال يحسوا في المنطقة دي كلها ده اللي حكا جر شاكل بقى لا جر شاكل ولا حاجة يا زين بركة قليل عدب ولازم يتعلم ازاي يكلم اسياده خلي الموضوع علينا احنا همعلم انا اعرف ربي وربي اللي اشدد له اللي حاجة يا زين اللي حيلمس بركة هاخد عمره يبقى انت اللي صحيت الشيطان اللي جوا يا زين ولو صحي مش هيعرف في نام وبعليها يا رجالة استني منك لو يا رجالة فيها معلمة بضايا هو تاتفاك مع معلمة انشراحة معلمة انشراح قالت ان انا متعداش على حد وضحقها انا معايل توي زي دا هزق الرجالة بتوعي معدهاش ابدا معليش يا معلمة بضايا مسحفين ما عنديش الاوبشن دا انت بتتلكك بقى يا بضايا اسم المعلمة بضايا يا انا المعلمة بضايا والزين هينضرب يا انا هينضرب وهم ينفعش يا رجالة افتح علينا المطوى في قلب الممتعة ونقف ستين ولا ايه يا جدعان وريني يا بضايا وريني هتعمل انت وشاية الجرابية اللي حقاليك دول استني يا زين استنى يا حربي ما انت استنع يا عم سيب اللي يقول يقول جرياس يا حربي هتنخ وتهر بربرة ولا ايه يا عم انا لا هنخ ولا ههر بربرة انا مش جاي تخاني يا معلم ابدايا انا جاي حاسب الرجالة وادل كل واحد حسنته واتفق معهم على شغل بكرة كمان بس الظاهر بقى يا رجالة ان المعلم ابدايا مش عايز حد غيره يسترزق في المنطقة والظاهر كمان ان انتوا موفقين على الكلام دا خلاص احنا مش عايزين نولعها احنا هنسيبها له مخدرة ونمشي من المنطقة دي خالص اما انتم بقى فربنا يكون فعونكم وربنا على المفتري وقطعين الارزاء انا عايزك تحاسب الرجالة دي كلها وتكرمهم اخر كرم وتديهم الطاقطة اين كمان عليش يا رجالة كان بودة اخدمكم واكرمكم لكن اعمل ايه بقى ربنا على المفتري ومبركة يلا بينا زين انا فيدي يا حربي البناء بدي حسن من الجارة هتروح فيدي قبلي هنمشي بقى اعمل ازم هنمشي هنمشي يا ارض الله واسعى وربنا مبينساش حد انت مش خارج من الحارة اللي على ظهرك يا حربي رب عليك حرام عليكم حرام عليكم انتو الله كلكم على فلاتة خليك فحقالك اشلح في انت يا معلمة بضايا هي عافية ولا ايه او انت كل يوم بخناعة الصبح مع نوفل ودولوقتي مع الريز حربي وما في ايه محدش عادر يقفوا صدقه لا يا رجال يا خليكم انتو مبعيد عشان محدش يتأذي وده كلام يا ريز كلنا معاك يا جدا احنا مسدقنا نلاقي القمة حلوة انا كلها واللي يجرى عليك يجرى علينا هي موتة والله اقتر يا بضايا دي مش هتبقى اخناقها هتبقى مجزرها واذا كان معاك كم راجل فانا كمان بقى ورايا رجالة ولو عايز تخربها ما عنديش منع اخربها هواقعود على تلاك بابا نام انا هسامحك يا حربي مش عشان خطرك عشان خطر المعلمة انشراح لكن اللي يفكر انه يقز رجالتي او يحلم انه يدايق المعلم ابا ضايا هخش له في الحلم واقتله فهم يا حربي وصلوني يا رجالة انا متضايق ينصر ديرك يا حربي يا كماندي دي الحتة كلها ظهروا الحاج كان حقا تسيبني عليهم الحردة خد احنا كنا عن الشمبر والموت عمزيني ومالو اجادة الموت في كترة سترة برضو نا يا رخبي يا دي صاحبي تشكونا يا رجالة يلا بينا تشكونا يا رجالة انا هارس واحدة المخازن كلها لبش حرس وغفر بالعبط الدخول هنا هيبقى نستحل يا صاحب خلاص مش مؤمنة كلها احنا نستنى لحد ما هي تطلع لنا مين دي اللي تطلع لنا اصبر هارزة كزين اصبر هفه يامل معدين نطلع ماشي عم الغبور هكشف باسماء المفرج عنهم بمناسبة المولد النبا والشريف محمود عطاس سلمان محمد عبدالله حسنقيل سمير بطرس مجلي احمد صباح خليل محمد عسمة محمد ربيع معوض غنام محمد خليل محمد عماد ابو الحسن احمد علي الدكروري سعيد حسان عادل صلاة عبدالله درويش الفح عاطب عبد المولى محمد عبد الحافز بديع اليوم هو ده هو هلكمهاية رجالة ателя يا بارك يا وحش ها ايه رأيكم بقى هلوه قوي واسع مبعيد ومحدش يعرف له طريق جرة وهو ده المطلوب وده هنعمل فيه ايه ده هتروأه وتنظفه وتخليه على سنجة عشرة لقد ما تقدر وتشيل بقى كل حاجات ده كده على جنب وتقعد تستناني هنا بالليل تقدر متقولش كلمة دي تاني يا حربي اه طبعا اقدر وقدهو ادود كمان عفارم عليك يا باركة يا باركة انت طب امسك يا عشان دوت شاتو مية عشان لو دعت ربنا خليك يا زين ده من شاية الهم كده يوم هنمشي احنا بقى ونجيلك بالليل هستناكو اتأخروه قولي يا مسهل مش كلمة جبنانو حد يساعد واحسن اشتعمل لحد تاني يبقى معاك مش عراحة نا خلاص ما تتكلم فيه حربي هي باركة فيه بيقولك ايه حد اغلى حاجة عندك يا شيخ هتاخد بالك من نفسك انت وزين دهنا مليش حد في الدنيا دي بعض ربنا غيركم تزف الفلوس تزف اي حاجة في الدنيا بس ما هم ترجعول انا بالسلامة دهنا بعدكم اموت يا حربي وقدرش عيش من غيركم يا زين ايه وده باركة فيه ايه انا ارجع لك ان شاء الله طب تصدق وتؤمن بالله لا لا يا لله احنا ما يقدرش نعيش منه زيلك ولا انا قولي يا رب يا باركة اصلا ربنا يبطرها معاني يا رب يا عم زيني الله حاجة ايه خدمة تاني عم رزي ايه يا كيبه بقولك ايه اعملي شوية شاية ايه بيعدلو دمائي اين ايه يا عم مالة بصة مالة بكينه ايه ايه سلام عليكم رجال جاهزين عم رزي جاهزين عم حالي اليارضة اخر نائلة من مكزن اللي احنا شغالين عليه بص ربنا يرزق بقفينا الات تانية بازل الله يلا بينا رجالك يا رزي اصلا اللي ايه بص الله الرحمن الرحيم اصلا 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 اللهم بارك لنا بهذا الطعام واللهم ارزقنا بخيرا منك واللهم اجعلنا نستخدمه فيه فعطك يا رب خير يا معلم انا ضالي انا اللي نازم اسألك اشلحف انت هو فيه ايه مش فاهم انا افهمك من يوم الوقت حرب خرج مش سجن ولجه الحارة وكل عمال يتمحلس له ويمشي في ركابه حتى انت اشلحف عملت فيها اذكر وفت وصابي قدام ابا ضايا عمهم اكبر رأس في المنطقة دي كلها فاهمي لك فاهم يا معلم ابا ضايا لأ لما المعلم ابا ضايا يكلمك تم تقفوا انت بتكلموا مش تكلموا انت عاد مغرووز كده وافياتوا تكلم المعلم عيدا مش صغيرك انت يا جاربوعي تتكلم معايا دورهم الشلحف ده اهلو مش فاضيني ربوه وانا فاضي موريش حاجة يبقى انا لازم اربيك يا شلحف انت عايد من ايه حربي بيجيب الخردة منين اللي بينه وبين المعلمة انشراها ما هو صادق ما ترعز لساني اسمع يا امرز اسمعني كويس انا روحي بقت في مراخيري منك ومن حربي ومنقدى لدول بتاعه اللي اسمه زين ولو الشيطان اللي جوايا صحي مش هينام اللي بموتك فاهم يا شلع الشاي كلام اللي بيننا لسة في النفس وصلوني الفضل يا سيد الناس صحيح وقمع ايه عبارة امرز في ايه ما فيش هكيمو خالفت الكلام خد شاك امرز صباحك وارده امن صباحك وارده امن موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 هيوة زين الله يخرب بيتك يا حربي ايه الاخبار عندك بيحملوا عربيات ما تتصلش بيها تاني ها هكلمك انا انت فاهم طب فاهم يا حربي ايه اللي بيحصل عندك يا حربي يا حربي يا ابن وما يخرب بيتك يا حربي موسيقى يا حربي انت فين دلوقتي انا فوق التريلة بالزبط فوق التريلة ازاي يعني اهو زين شايفني يخربت عقلك طب قول ايه اللي بيحصل تحت العربية اتحملت خلاص وبيقفلوها طيب انا هسيب الموبايل الموبايل بتاعي مفتوح اول ما العربية اتحرك قولي على طول استنى استنى ايه فيه ايه عارف مين زهر فجأة مين سحانف بتاع رشوان وعارف مين اللي معاها زين مفيد مفيد بتاع انتر ايه يا عم هو بعينه طب وإيه اللي لما اشترع المغرابي الله عالم اسمع زين استوى خلاص ركب التريلة وهما ركبوا العربية وتحركوا دلوقتي وانا جاهز يا معاني يبقى اتكرنا على الله اشتركوا في القناة تسطرها يا رب تسطرها يا رب وحياة حديبك النبي تسطرها يالله يا بنا افرجوهم الرأس اللي على أسوره ازيا وازيا مسكاوك انشاء الله يالله يا جو اشتركوا في القناة ايه زين هنعمل ايه دلوقت يا حربي هلوصل لأي حتة مقطوعة بعد كده هنتصرف هنتصرف يعني هنعمل ايه يعني هنتصرف هزين خليها على الله حاضر حربي نخليها على الله حربي لو كله على الله كله على الله حربي حا يعود افرجو حربي ايها شيء تشتركوا في القناة أنا أصوله حبيبي اصطرها معانا يا رب رحياتك حبيبك النبي تصطرها معانا يا رب هندر ايه الخبط ده هندر هاد يا بندو ايه يا سيد سمعت الخبط ده هاد ده حاجة سايبة يا فوق انه انت تزدت في مطابق ولا حاجة ده انت عاي تشوف فيه فوق يا ها وقف على جنب داي نمنوع نقف على جنب حانا في بي المتبع انه مقفش لاي سبب ونبطل وراء على طول ده انت عاي عام تشوف فيه فوق حاضر يا سيد ده يا حاضر ايه انت عاي تشوف فيه ايه ده ايه ده اوه انا واختي من الاول هي نلعب شفايت اوه 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 ونقفش قدتلي التريلة بعدت عننا يا اخي طب هدى شوية خليها تحصلنا اه بيقادل ميلا السودا عليا نازم فيه الجماعة اللي قدامي بيهدوا حربي عاد يا زين ايه المشكلة يعني ايه المشكلة يا حربي اخلع منه ومحصدني على المكس سلام ماذا يا حربي الله اخرب بيتك يلا بقى هيموتها والله اختر ايه ده ايه ده مش التريلة ينهر اسفد ومنايل ايه ايه ده ده ماذهات يا عصر ماذهات يا عصر ده مركب هنروح فيها وروح لي شوف ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل ده ماذا هو هاكب ايه اللي حصل ايه ايه اللي حصل ايه ايه اللي حصل ايه اشتركوا في القناة 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 لا تجملاش أبو سئينا يوعى من سكة انت راقها اللي خلص عليه اسمعك ألا بركة يا زين يا حربي مش هشبك لما سبق المسدس بقولك سابني يا حربي اللي هيقف في سكة اللي هخلص عليه يا حربي يا حصلت يا زين حصلت ترفع السلاح على بعض قتل المسدس يا زين لو قتلت يا بضايا يا زين هتروح في ستين داية وتدخل السجن ده اللي انت عايزه؟ تروح في داية؟ هات المسدس يا زين هات خبه دم عم رزق هنسيبه روح حضر؟ هنسيب يا بضايا تتحفينا وخلص علينا واحد ورا تاني يا حربي؟ ما حدش هل كده يا زين يا بضايا هيت فعل تمن وغالي قوي بس مش بالتنادي المال ازاي يا حربي؟ هل انت ازاي؟ بالهداوة بالعقل هنستقدم دا؟ مش دا هات المسدس يا زين هات موسيقى 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 اتغيرت او يا حربي السجنة اتغير فيك حاجات كتير او يا صاحب معلمني حاجات اكتر وحلفت مع التبو تاني طول ما انا عايش لنا ولا اي حد من اللي بحبه وانا بحبك ازي بحبك اوي انت اخويا صاحبي مش جيك عمري مش عايزك تتبادل وتشوفت لانا شفته اولاد عم بس وغلوتك عند ازين ورحمة عم رزق معي عد بيا بس بالعقل يا صاحبي بالعقل ها جا حربي جاية حربي بس استنى بس استنى ايه انت لو جاه عشان ترجعني المنطقة دي انا مش رجعها تاني انت سمع انا مش جيه عشان كده المرجيه عشان ايه يا اخوي جيه عشان دونة هي فين دونة جو مين حربي اللي جابك بدري كده خش شغال هدوك وتعلي معي هنجي معك على فين اصلا عم رزق عم رزق ابويا مالو بايه في حالتك ايه بايه مش هده اليك يا دونة كلنا لا اتبذولي بايه انا اتأكيد بتغذر اتأكيد بتغذر اتأكيد بتغذر دونة 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 دوااتي قبة بيب صورا اضح الم slope عارض بايه لا ضح ابويا ايه تودة عارض ابويا عارض نبиса يا ربي ايوة جم وعنطر قعد وياهم دلوقتي طبعا اول ما يوصل معهم لحاجة هبلغك انت هتيجي تعمل ايه يا رشوان ما انا قلتلك هتصل بيك وابلغك خلاص خلاص براحتك سلام موسيقى موسيقى 4 30 40 موسيقى 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 قلت بتتحكيك بايا بتتحكي عليك بتتحكي عليك بتتحكي عليك تتحكي عليك اهو عا حربك اخلص عليك ايه ده انت مكتن ايه الفضاء ايه تعملها دي انت بازال تفكت خالص يا عبدالي كلاس يا عزنبي فلاس حصل خير المنه انت وانا اللي هيعرف منه وكصله ازمامه في ايه في ايه اخواني في ايه بعملك يا صحانة بالميع السلطة حربك خلزين وطلعوا اللبتك يلا يلا بنا زين يلا زين يلا بطع يا زين زين ايه عملتي كده لي يا ضحاء نصيب اه نصيب ده من رجالة وبطولي لي نصيب نصيب ايه زين ايه زين انت اكتر واحد يلا تحسس بي ايه نصيب ايه زين ارده واناخر لكل ده ايه 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 تكلم ايه ايه وايه ايه ايه عمري ما قصرت نهار ده بس عاستي منها قصرت ما هشعلك اللي يكسارك يا زيل حتى لو كنت نه لأهمل علينا نموت حتى من ما شوف يوم زينا تشعر عليك من نموت في حيك انت عايز انتها دك من زينا عرفيها يا زيل عرفيها بس مش عايز اسمعها دلوقتي سمعها لي يوم ما تبقى انت وانا قدها حادي ما ايجي اليوم ده باعي انت زي ما انت وانا حفظا زي ما انا وانا قلت لك يا زيل ان الكابري ما يفرقش اي حاجة عن اي حكة تانية بس اسدق لنا دلوقتي متطمينه اكتر متطمينه عشان حسن لانا لو لو كرر لي حاجة احنا وراي رجل شح موجده احيارة في قبل حقي كويس اوي اكاد عدى حيباس موزين سلع شكري احنا بس كل اهم ان انا اتطمن عليك يا دو عم احنا اتطمن احنا اتطمن احنا يا اكتر يوم ما تيجي تاخدني تخلصني من كل الهم اللي شايفه ده ما يحصل وحياتك انت لا يحصل ورايبة وكمان من اشهر شكرا شكرا انتر وعزامورا شوان نقولك يا باشا حسب الأوامر دي اللي انت ايه تكتبع عنه ده اسمه حرب المهدي مضبوط مضبوط يا فاند طب انا اماني عايز قابله حضرتك تقابل حرب هنهه ايه مالك مستغرابة ليه ?مدهيشة ليه طبعا عايز قابله ويشرفني ان قابله حرب ده نموذج للبطل الشعب الحي لازم كلنا نبقى فخورين وسعداء بي آآ أماني لازم ساعدين لنا نقابل ولا أنت شايف حاجة تانية غير كده تحت أمرك يا فندم دي فكرة عظيمة قوي وهتدي إيما كبيرا للموضوع خلاص أنا عايزك تتصل بي ولا أقولك تروحي وجيبيه وتيجوا على هنا النهاردة في الجريدة لأن أنا مش موجود بكرة أنا حفضل قاعد مستني يا ماني مش هروح إلا ما تجيبيه وتيجي طب تدخل؟ لا باش أنا كمان يفسي أمطف تدخيل والله خالص المهم أنا من الكتر اللي حكيت قولي عنك الأنسة أماني أصريت أني قابلك بنفسي وتعرف عليك شرف كبير لي يا باشا والله لا شرف لي أنا يا ابني لو كل واحد عمل اللي انت عملت ده كان حال البلدي بقى غير كده خالص لا والله احنا ما عملتش حاجة ها ما عملتش ده إيه؟ لا أعملت أنت وقفت في وص الظلم وقلت له لأ مقاومته وخلصت منطقتك من منطقي مفتري كان مسود حياة الناس ومنغص عليهم عشتهم عشان كده اللي انت عملت ده هيشيل أم كبير من فوق قلب ناس كتير صدقني طب الحمد لله يا باشا وعموما أهل المنطقة اللي أنا وقفت معهم دول أهلي وناسي واللي مالوش خير في أهله مالوش خير في ناسه واحد رأيي مثلا الصاحب اللي يضر ده الخلف يضر مش كده يا باشا واللي ايه؟ الصاحب اللي ايه؟ اللي يضر اللي يكلف يضر يا باشا احلوه 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 لا مصبوط كلامك يا عارض ده ما مية في مية صحة كده وعشان كده يا ابني أنا أصريت ان أقابلك ايوه ساعتك أصريت تقابلني ليه بالظبط شوفي أخ حاربي عمشان شوفي أخ حاربي أنا عايز ساعدك وقف جنبك لأن انت فعلا تستايخ أنا سمعت ان المنطقة اللي انت عايش فيها منطقة فقيرة أوي والناس اللي هناك كلهم غلابة ومحتاجين عشان كده عايزة ساهم في أن أحل أكبر قدر ممكن من المشاكل بتاعكم هو ساعاتك ناوي ترشح نفسها في مجل الشعب عند قيرتنا مجل الشعبي سواء عزور واعزور يا بني والله يا بني واعزور عندك وهم بيجوا أيام الانتخابات نوعود يقولوا شوية كلام كده ويعملوا شوية حركات وبعد ما ينجحوا في الانتخابات الدايرة ما بتشوفش وش النايف بتاعها لكن أنا مليش في السكة دي خالص يا حربي أنا مليش في سكة الكلام ولا حاجة وصد حاجة ولا أديني صوتك عشان أخدمك يعني ساعدتك عاوز تساعدنا كده لوجه الله نسعالش مني يا باشا الاولويات يا حربي قولي على الاولويات هذا لباشا هفكر واشوف وابلغ ساعتك يا سلام يا فندم لو كل مؤتدر في البلد عمل زي حضرتك وتولى منطقة او حرة فقيرة مشاكل البلد كلها تتحل مش بس المؤتدرين يا اماني لا فيه ناس كتير اوى حربي بيعملوا خير وخير كتير بس للأسف صوتهم ماطي ضعيف مش واصل ومحدش حاسس بيهم عشان كده دورنا احنا بقى كصحافة حرة ان احنا نسلط عليهم الاضواء عشان يبانوا للناس وبالطريقة دي يشجعوا ناس كتير غيرهم نعملوا زيهم فيه مسأل حي قاعد معانا هو لأخي حربي حربي يا باشا حربي حربي يا اخي حربي ده اسم ميت زي ده اسم مصري صميم بس الدماغ بقى يبني ما بيش حاجة يا باشا والله يا باشا عادتك حلوة وكلامك احلى بس يعني لما اخذ بقى انا ضخرت على اكل عيشي ولازم استأذن طبعا عندك حق اكل عيشة كلمة مفهوم يا حربي يا حربي مفهوم تمام يا باشا مفهوم يا غطفة ضخرت باشا اه اه السلامة يا حربي اه السلامة يا باشا اعمل حسابك ان احنا لازم نتقابل تاني طبعا انا باشا وهو رايب ان شاء الله ان شاء الله اه هقالك بنفسه يا حربي ولا كا اني سمعت حاجة يعني ايه يعني اللي عايز يعمل خير مش مستني واحد زي عشان يبقى بسططه في عمل الخير يا يعمله يا ما يعملوش انت غريب اوي يا حربي بص يا بسيزة اعماني انا هما لفت وضرت وتلطيت عشان كده مش بسهل يصدق ان في حد في الزمان ده يعني لسه موجود انه يعمل خير لله فلله كده جرب انت تشوف هقولك على حاجة شوف المنطقة عندكم احتاجه ايه وقل لو عملوا البطة خير تي طيبة ابا بسيزة اعماني وقلبك عبيض اللي زيك ما عادوش موجودين في الزمان ده يلا من الازم احب اوصله لا متشكل انا عارف سكتك واس اشوفه الشك بخير ما لك ازين فيها يا عربيتين اوترين ده مساعة ما خرجنا من المنطقة ايه اذا? برو باعرهم انه طب حاسب حاسب وسع لهم مصالح دشمله مصالح محبت 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 انت كويس يا زين حديد اذا كنت انت حارب المهدي فانا برضو زين لاشر افرم عليك طلوع عمرك قلبك ميت الشنطة ارجع مجلوس ارجع مجلوس ارجع مجلوس ارجع مجلوس ارجع مجلوس ارجع مجلس 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 جاهزين؟ جاهزين يا بس وحشتين يا قضي اتهوي منك لو عاملين فيها معلمين صح؟ مش انا قلتلك يا قضي حرب انت وزين ان انا هزفوكوا لاخرتكو بس معتوش كلامي ومسدقتونيش على فكرة يا زين مش عايزك تقلع على دودي دودي دي في الحتة الحلوة اللي هنا هتجوزها فين يا قضي الاليمونيا اللي معاك الليمونية ايه؟ المصلحة الشنطة اللي خدتقى من رشوان بايه؟ بعينك يا بضايح هتجيب الشنطة يا حبيبي يا تيوي منك لوك هتحضر الفرخ انت وحاربي وهنعيش كلنا في بيت واحد مش هتجيب الشنطة هطلع انا ودودي يا حبيبة قلبي ناخد العزة على عبركم ست دايات انت طول عمرك بق ورخيص وجبان لازين عيب ما تتكلمش كده عن معلما بضايا لا هو صحيح ندل وجبان وكل حاجة لكن مش دي المشكلة المشكلة في ريحة رجلي اللي تقري في الكلب يا اخي باستحمى بقى وبطل وزاك ماش يا تيوي منك لوك حموهم يا رجالة قبل ما ندفنهم ونخلص عليهم خوف مكانا كور من اللي فيدك نعم يا اخويا احنا بليد سالم ناشتك كور من اللي فيدك يلا يا ده الله يستهلك من هنا يلا 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 ماش حرب انتوا موال هضايا ماش لا وين انت إجوا بعة البر يجعلوا هاتوهم وحرّازوا كل اللي معهم واللي يقاون يتعملوا مع ابúsica الشد.. يلا انت تعرف اسم الصحفية دي ايه? اه اسمها الانسة اماني. اماني ايه? الله باشا بصراحة ما اعرفش يعني. انا اقولك. اسمها اماني حسنين المصري. ومنكم نستفيدة باشا. واضح ان سعدتك تعرفها كويس. طبعا لازم اعرفها كويس. مع انا كمان اسمي. اكرم حسنين المصري. ساعتك اصدق ان. ايوة. قصدي ان اماني. تبقى اختي. اقوعة تفتح على نفسك الباب ده يا حربي. وايلا هتبقى فتحت على نفسك ابواب مهنم. انا مش عايزك تكلم اماني ولا تابلها مرة تانية. لاني مش هرحمك. حنصفك من على وش الدنيا. حمسح اسمك خالص من على الوجود. حط كلمتين دول حلقة في ودنك. بقع تنساهم. مع السلامة يا حربي. مع السلامة. ايوة حنفي. ايوة حنفي. الراجل بتاعك يا رشون بيه. حنفي. انا عايزك تطرب مع حنفي. عايزك تحكي لي حكاية اباضايا ده بالتفصيل الممل. وعلى اقل اقل من مهلك. عشان الكل يسمع ويعرف. رشون بيه امرنا تخلص على اباضايا ورجالكم. بعد اباضايا ما يخلص على حاربي وزين. وناخد البضاعة ومديها بخزانه. ده الدهب. ده الدهب يا ماشا. ما تسدهوش. لا. لا. انا في تجنن. مجنون. مجنون. انا مش عارف بيقول ليه كده. اكيد حد ساقوا علي. ايوة ايوة انا ليا اعداء كتير. وقصومات. ممكن حد يغز علي. مش انا. ما تسدهوش يا باشا. لا. ايه رأيكو في اللي انتو سمعتوه ده يا رجالة. والله باشا. قالي حازت من الاول ان الرشوان ده سبب كل المصائب. وانت عزام. كل حاجة بقت واضحة دلوقتي باشا. وطبعا ما 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 فيش رأيي بعد رأي ساعتك. شوفت يا رشوان. شوفت صحابك بيقولوا ايه. انت كنت عايز تقلبها مجزرة يا راجل. مجزرة. كنت عايز تقتل حربي وزين وابضايا ورجلتو. وبعد كده تاخد البضاعة كلها لحسابك. ده ايه الفيلم الهند الخايد ده. لا وكنت فاكر ان انت تقدر تعمل كده بكل بساطة وسهولة. ومن ورا ظهري. ومن غير محد يحس. ده انت ابغى باقك يا راجل. كنت هتقلب الدنيا كلها علينا. وتفتح في وشنا ابواب جهنم. لولا الولدين حرد وزين. طلعوا في مرتهى الزكاوة. لان البضاعة ما كانتش موجودة. لولا كده. كنا راحنا كلنا بسببك في ستين الف دهية. سامحني يا باشا. سامحني. غلطة. ديني فرصة. فرصة اخيرة. اصلح غلطتي. ده انا يا ما خدمتك. ده انا خدامك يا باشا. خدامك. مو. نصبوط. عندك حق. انت خدامي. بس بعد اللي عملته ده يا رشوان. عالش. انا مضطر انهي خدمتك. واحنا متفقين على كده من الاول. اللي يخوني. او يلعب بديله من ورايا. هيكون حسابه معايا انا شخصيا. كده ولا ايه عدل. تمام يا باشا. وده كان الاتفاق. والعقل. شريعة المتعقدين. سمعت انا شوان. سمعت. انت اللي جبته النفسك. موهب. لا. الحامل يا باشا. انا جبي. الحامل يا باشا. امو اشجار ندرة. والنوع غريب جدا. محتاجة لسماد عضوي نادر زيها. عشان تعيش وتجبر. النوع ده من الاسمدة غالي اوي اوي. الرشوان بقى. والريس صحنا فيه. انا ناوي اخدمهم. وخليهم يختموا حياتهم بعمل مفيد. ولهئيمة. هخليهم السماد العضوي بتاع الاسجار النادر دي. يا سلام يا باشا. يا سلام يا باشا. طول عمرك تهب الاعمال الخيرية. والله هليك الجنة يا باشا. هليك الجنة. يراك على عزاب. هاه هم اه اه ها. ههم اه هم اه. يه. ههم. خدوهم قدامي. يا باشا. فلاسك مليا فعلوا ورايا ترموه انا معناك يا باشا فلاسي الموتة جاية ورا لا حيوحشني غباك يا رشوان لا 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 انت مين تقدر تقول كده ان احنا معرفة قديمة انا عرفك معزور ما انا لو حصل فيها اللي حصل لك ده كل حاجة راحت منك ممكن كتبقى حالتك اصعب من حالتك بكتير صلاح شفت بقى ان الدنيا صغيرة يا عبلي بيه لفت لفت ورجعت لنفس المكان اللي كنا فيه من سبع سنين بس الكراسة غيرت بيت انت اللي تحت وأنا اللي راكب فوق انت اتقار نفسك بي يا حقير انت الحقير اللي سرق وخان وضيع من عمري سبع سنين ولا نسيت عدل بيه انت جاي تلعب نفسك دور دلوقتي السن بالسن والعين وبالعين وانت اللي ابتديت والبدي اصلم الا دي انا تعب تتعب عشان اوصل للاحظة دي طلواتك الصلاح منك انت ماش عايز حاجة مالعايز ايه تعمل كل ده ديه عشان نرد لك نفس القلم اللي دتهوني زمان ما خطفت خطفتي ضيعت مستقبلي انا بقى ضيعت حياتك كلها خطفة مراتك انت عارف مين اللي جابت المستندات من خزنتك عد بيه ميزة ميزة عم اه ميزة ميزة مراتك لفكرة ماضية ما كانش صعب عليها قوي لانك دردتها زمان معلمتها كويس وانا استخدمتها النقاردة والله المفروض اشكرك مش عالي انت دردتها كويس على الخيانة تكذاب تكذاب وحقير ميزة ليش ممكن تعمل كده ممكن ايه ده ايه ده عالدي نعرف انه الموضوع صعب صعب انك تصدق انه مرتك خانتك بس ده اللي حصل وعشان تتأكد انا سمعك بنافسك ايه ميزة انا صلاح هيا صلاح عملت ايه خلصت مشورك اه خلصت جبت الفلوس؟ اه جبتها وهي معي دلوقت ومستنيك تنزليلي حالا يا حبيبي هكون عندك اه متهيق لي اللي حيحصل بعد كده حاجاته سريع مصح الشباب موجود فيها اه 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 اشتركوا في القناة 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 انتة باية اشوفوا من فوق يلا اومي اتكفة ايه اذا لم نرضى اومي ما انتش وقت دأتك اومي اومي انا مش واحد انا مش لازم تتفهمع يلا يا حبي انتا هايزين ايه انتا هايزين ايه انتا هايزين ايه اولا في الكلب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة